للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عمان وزير الدولة الأردنية السابق الدكتور محمود الخرفشة يعني بعد التحية كيف تقرأ هذا البيان الختمية من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة ومدى استخدامها في الضغط على إسرائيل ومجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة يعني حقيقة البيان الختمية الذي صدر عن الضم العربية الإسلامية يؤكد الثوابت الحقيقية التي تدور في خلد وضمير كل عربي وتؤكد بشكل قاطع ضرورة كثير الجسار على غزة وفرض إدخال ثوابت للغاشات الإنسانية اللازمة باعتبار أن غزة أولا تحاصر منذ مدى زمنية طويلة وثانيا يمنع دخول الإمدادات الإنسانية اللازمة لحياة البشر ثانيا يعني تأكيد لكم بالدع العام في الجناية الدولية بضرورة استكمال التحقيق في جرائم الحرب التي شنتها إسرائيل هذا يؤكد ضرورة المضيء قدما أيضا بمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جنايات تركى إلى مستوى جرائم الحرب سواء كان من خلال تهجير المدنيين أو من خلال قصف المساجد والمدارس والكنائد أو أيضا من خلال استهداف النساء والأطفال والشيوخ أيضا الحقيقة تأكيد القمة العربية على إدانة قتل المدنيين وضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين أيضا هذا أحد الثوابت الأساسية والرئيسية التي يؤكد عليها الجميع لأن عدد الشهداء الذين سقطوا في هذه الحرب الحقيقة يرقى إلى مستوى الإبادة وإلى مستوى أيضا جرائم كبيرة خاصة أن ما يجري في غزة قد امتد ولو جزئيا إلى الضف الغربي بالإضافة لكل ذلك أيضا تأكيد القمة عن تقاعص المجتمع الدولي وتغاضي بعض الدول عما تفعل إسرائيل من ممارسات يوجب أن يكون هناك مسؤوليات دولية وأن هذا لن يؤدي إلى استقرار ولا سلام بالشرق الأوسط وبأنه بالتالي هذا يؤكد عن أن العنف سيستمر وأكدت القمة أيضا على مركزية القضية الفلسطينية وبأن الجميع ياتف إلى جانب الأخوان والشكاء في فلسطين وضرورة أيضا تأكيد حق الشعب الفلسطيني بالحصول على حقه بإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق أيضا مبادرة السلام العربية التي كانت تقدمت عام 2002 والتي تؤكد على أن تقام الدول الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بالإضافة إلى ذلك يعني موضوع التأكيد على أن العقاب الجماعي مرفوض وأن هذا الحصار الذي فرض على الشعب الفلسطيني خلال مدة زمنية معينة وضمد مساحة جغرفية قليلة وقتل الأبرياء وترويع المدنيين أيضا هذه أعمال منافئة للقانون الدولي والقانون الإنساني ومنافئة أيضا لاتفاقيات جينير وخاصة الاتفاقي الرابعة التي تؤكد على ضرورة عدم قتل المدنيين وكذلك تخالف ميثاق الأمم المتحدة وتخالف كافة الموافق الدولية وحقوق الإنسان التي تؤكد على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال ترويع المدنيين والأبرياء وقتلهم وقتل النساء والأطفال والشيوخ ولا يجوز أيضا كما قلت قصف المستشفيات لأن هذه الحرب سميت حرب المستشفيات لكثرة ما قصفت المستشفيات وتم استهدافها من قبل كيان الإسرائيلي وبالتالي سياسة العكاب الجماعي لغزة أمر غير مقبول وأن حجة الدفاع عن النفس غير مبررة أمام هذا الإجرام وأمام هذا الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل وكذلك الدعم الذي تحظى به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل أيضا الغرب يوجب أن يكون هناك في ظل الضغوطات الشعبية والمظاهرات التي تجري على امتداد مساحات العالم هناك تأكيد أن هذه الحرب مرفوضة وبأن نتائجها مؤذية للبشرية وبأنها هذه تفقد المجتمعات البشرية إنسانية وأخلاقياتها وتفقدها أيضا قدرتها على أن تقب في وجه هذه الهجم الشريفة التي أوصلت المنطقة إلى حال من الفوضى وأعتقد إذا استمرت الأمور على ما هي عليه قد تمتد هذه العرب إلى خارج إطار الغزة وبالتالي قد يكون هناك تداعيات وأثار كارثية الحقيقة الآن تأكيد القمة على إدخال المساعدات العربية والإسلامية والدولية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة هذه تؤكد أن المجتمع الدولي معني أيضا بأن يساند هذه القرارات ومعني أيضا على أن يدعم البيان الختامي الذي تم التوصل إليه من خلال القمة العربية الإسلامية والتي تعبر كما قلت عن وضع حد للإجرام والفوضى واللكتل الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني خاصة أن أعمال العنف والإرهاب قد امتدت أيضا إلى الضف الغربي وهناك عدد كبير من الشهداء في جنين وفي بعض مدن الضف الغربي وهذا يعني إذا استمرت الأمور على ما هي عليه فأنه لا استكرار ولا سلام في منطقة الشرق الأوسط ولا في فلسطين والبيان الختامي أكد أيضا على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام إلا بقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمة القدس وبالتالي هذا الذي جرى الضغوطات التي تمارس على امتداد مساحات العالم تؤكد أن هذه الحرب لا مبرر لها خاصة الحرب والدمار للمرافق الصحية والمرافق الدينية المتمثلة بالمساجد والكناز وأيضا المؤسسات التعليمية المتمثلة بالمدارس المستشفيات يجب أن تكون أماكن آمنة والمدارس يجب أن تكون أماكن آمنة والجوامع والمستشفيات لا يجوز أن يتم استهدافها بحجة الدفاع عن النفس هذا تجاوز حقيقي ولا يوجد ما يبرر الدفاع عن النفس لأن إسرائيل تعرف والعالم يعلم أنها دولة احتلال وبالتالي هي ليست صاحبة حق صاحب الحق هو صاحب الأرض الذي يدافع عن نفسه وعن وجوده وهي الفصائل الفلسطينية وبالتالي من حقها أن تدافع عن نفسه وعن شعبها ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتدرع إسرائيل والعالم الذي يدعمها بحجة الدفاع عن النفس لكي تقوم بكل هذه الأعمال والممارسات الإرهابية ولكي تقوم أيضا بالإجرام والقتل واستعمال أدوات العنف بريا وبحيا وجويا بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب وأيضا العالم بأكمل مدعو وخاصة لولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد النظر في سياساتها في ظل الضغوطات الشعبية في أمريكا نفسها وفي ظل أيضا وجوز أراء كثيرة داخل الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية تؤكد أن تفويض إسرائيل بهذه المهمة ودعمها بهذا الشكل المطلط يعني يأتي على حساب الشعب الفلسطيني وبالتالي هذا لا يحقق السلام ولا يحقق الإطمئنان في المنطقة مما يوجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكبح جمع هذا الكيان لأن إسرائيل لو لم تحظى بدعم أمريكي ودعم بريطاني ودعم فرنسي ودعم ألماني ودعم إيطالي وغيرها من أشكال وأنواع الدعم لما تمادت في عدوانها ولا تمادت في إرهابها الذي أستطيع أن أقول أنه غير مسبوك في التاريخ الحديث ولا يمكن أن يكون هناك أخلاق دولية أو إنسانية أو قوانين تقر وتقبل بهذا الإجرام الذي نشاهد ونرى على مدار أكثر من 35 يوما ضد شعب عزل ينشد الحياة وينشد الدفاع عن نفسه وينشد العيش بكرامة نعم إذن وسط كل هذه التحديات وما تفعله إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وإيضا الدول الغربية كما ذكرت دكتور محمود إذن كيف يمكن استثمار هذا النجاح للقمة العربية الإسلامية والاتفاق على موقف موحد ورسالة موحدة بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المسعدات والوصول إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية كيف يمكن استثمار هذا الموقف العربي الموحد بين الدول العربية والدول الإسلامية المشاركة يعني الحقيقة الآن يأتي دور المندوبين للدول العربية والإسلامية في الأمم المتحدة وفي الجهات المعنية بحقوق الإنسان وفي منظمة الصحة العالمية وكافة الجهات المعنية بقضايا الأمن والسلام نعلم أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا هو الجهة المعنية بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين والفصل السابع أعطى لمجلس الأمن صلاحية استعمال القوة إذا وجد أن هناك تهديدا للسلم والأمن الدوليين في أي بقع من بقاع العالم وإذا كان انتقال هذا ما يحصل من أعمال عنف أو إرهاب إلى منطقة أخرى يؤثر على السلم والأمن الدوليين أعطى لمجلس الأمن صلاحية استعمال القوة البري نحن نقول أن الدول العربية والإسلامية من خلال هذا البيان ومن خلال هذا التوافق ومن خلال توحيد الصوت والمطالف يمكن أن يسمى الضغط على المجتمع الدولي على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الرأي العام الغربي بشكل خاص لوقت هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تمرت بحق الشعب الفلسطيني وبأن المارس يدول بحيحان من الأحوال أن يستمر الدعم الغربي لدول المارسة لا تحترم قانون ولا تحترم كما قلت قانون تاني دولي ولا تحترم الموافق والاتفاقيات الدولية نحن نعلم أن هناك أربعة اتفاقيات تسمى اتفاقيات جنة وتحديداً لاتفاقيات رافعة من هذه الاتفاقيات تؤكد على حق المدنيين وتؤكد أيضاً على أن دولة الاحتلال لا يجوز لها أن تعبث بما على الأرض ولا أن تغير مجرياته ولا يجوز لها أن تعتدي على السكان أو أن تمنعهم من حقوقهم سواء كانت بالمعيشة أو بالحركة أو بالتنقل أو بالأكل أو بالمدارس أو بالعبادة أو بغيثة الكيان الإسرائيل الحقيقة يمارس ويخالف كافة الموافق الدولية ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص ويخالف أيضاً واجب كقوة احتلال وأنا هنا أشير إلى قرار محكمة العزل الدولية عندما تم رفع دعوة من قبل الدول العربية والتي تشرفت وكنت ممن قدموا المرافع الأردنية بهذا الخصوص عن الجدار العازل باعتبار أن الجدار العازل الذي تم بناءه من إسرائيل في الضفة الغربي والأراضي المحتلة عام 67 هو جدار للفصل العنصري ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستمر هذا الجدار باعتبار أو أن يبقى هذا الجدار باعتبار أن هذا يخالف واجب قوة الاحتلال وأنها قد قامت بعمل يخالف ميثاكل أمم المتحدة ويخالف أيضاً واجبها كقوة احتلال ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة الآن نحن نعلم أن إسرائيل قد ابتلعت أكثر من 72 إلى 75% من أراضي الضفة الغربية من خلال بناء المستوطنات ومن خلال أيضاً منع الأخوان الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على الرابع من حزيران لعام 67 واسمحيني أيضاً أن نعود بالذاكرة إلى وجود قرارات أممية صادرة عن الأمم المتحدة ابتداء من القرار 181 الذي يؤكد أيضاً والذي أكد على تقسيم فلسطين وسمح لليهود بإقامة دولة مستقلة لهم وسمح أيضاً للفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة لهم لكن لم يتم تنفيذ هذا القرار أيضاً هناك القرار 194 صادر عن الأمم المتحدة والذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني ممن تم طردهم خارج أراضيهم أن يعودوا كلاجئين إلى أراضيهم وأن يتم تعويضهم عما أصابهم من ضرر وما أصابهم أيضاً من كيد نتيجة لطردهم من جبل إسرائيل خارج أراضيهم وأيضاً هناك قرارات أممية صادرة عن مجلس الأمن القرار 242338 التي تؤكد على أن يكون هناك دولتين ضمن حدود الرابع دولتين دولة إسرائيلية وهي قائمة ودولة فلسطينية يجب أن تقوم على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشريف بالإضافة إلى مبادرة السلام العربية التي كانت قد أكدت على أن يكون هناك دولتين وبأن الدول العربية تبارك أن يكون هناك دولتين وقبيلة الدول العربية لكن إسرائيل لم تقبل بأي مبادرة ولم تنفذ ولم تلتجم بأي قرار من القرارات التي تم اتخاذها سواء كانت هذه القرارات من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة نعم اتفاقيات تم توقيعها يعني لماذا تم التوجه إلى كام ديفيد بعد حرب الثلاثة السبعين حيث وقعت اتفاقية سلام بين مصر العربية الشقيقة الكبرى وبين الكيان السهيوني وبعد ذلك وقعت بعد أسلو ومدريد اتفاقية بين منظمة تحرير الفلسطينية وبين الكيان السهيوني والتي أنشأت بمجبها السلطة الوطنية الفلسطينية التي كان يفترض أن تكون نوال الدولة الفلسطينية ومع ذلك لم يتم الموافقة ولم يتم تنفيذها وبعد ذلك أيضا عام 1994 وقعت اتفاقية وادي عربة بين الأردن وبين الكيان الإسرائيلي ولم تلتزم إسرائيل لا بمعاهدات ولا بموافق ولا باتفاقيات دولية ولا بقانون دولي ولا بقانون إنساني أنا أعتقد الآن الدور على الدول العربية والإسلامية أن تقوم بدورها دبلوماسيا ومن خلال وجود من دلبيها بالأمم المتحدة وبالهيئات التابعة لها سواء كانت منظمة صحة العالمية أو مجلس حقوق الإنسان أو غيرها من المنظمات المعنية بقضايا العالم أن تقوم بإيصال هذه الرسالة وبأن تطرع ضرورة وقف هذه الحرب فورا وأن يتم أيضا اللجوء إلى البحث بشكل حقيقي لكيفية تمتين الشعب الفلسطيني من إعادة الاعتبار له وتنفيذ القرارات الصادرة بخصوص فلسطين ومن ثم أيضا وقف كافة أعمال الإرهاب والظلم التي وقعت على الشعب الفلسطيني حتى يمكن أن نستثمر نجاح القمة وأن يكون هناك موقف موحد عربيا وإسلاميا وأن يتم أيضا كسر للحصار وإدخال المساعدات والوصول إلى التشوية التي تمكن من تحقيق الآمن والسلام في المنطقة ومنع استمرار حالة الفوضى والإرهاب التي عانت منها ولا زالت تعاني منها نعم أشكرك شكرا جزيلا من عمان وزير الدولة الأردنية السابق الدكتور محمود الخربشة ترجمة نانسي قنقر